السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويسعد لأوقاتكم يا ربا أخواني وأخواتي معكم أخوكم أمراء من القناة الثقافة الفرنسية بالعربية اليوم معنا فيديو جديد بدي أشرح فيه قرار صدر عن رئاسة الوزراء هذا القرار صدر بتاريخ 23 نيسان طبعا 2020 شهر الماضي شهر الفائد هذا القرار بخص الناس اللي انتهت مدة صلاحية الإقامة طبعا طبعا الحكومة الفرنسية بتاريخ 25 آذار يعني قبل هذا القرار رقم 2 صدرت قرار رقم 1 بنص على أنه تجدد الإقامات بحالات معينة اللي حشرح عنها أربع حالات تجدد إقامات أربع حالات أوتوماتيكية لمدة ثلاثة أشهر الرقم 2 اللي صدر بـ 23 هو تعديل القرار اللي صدر بـ 25 آذار بنص على أنه تمدد من ثلاثة أشهر بتصير ستة أشهر هلأ هون أربع أشخاص بس هنين يلي بقدروا يستفادوا من هذا القرار التجديد التلقاء الأوتوماتيكي من دول ما أنهم حتى يحكوا يتصلوا بالمحافظة ما في دعا يتصلوا على المحافظة الأربعة هنين جلي معهم فيزا طويلة الأمد يلي قاعدين مثلا من مدة يعني عندهم إقامتهم كانت مدة من أربعة أشهر لسنة الصنف الثاني هنين لمعهم إقامات عدل إقامات الدبلوماسية المعهم إقامات مثلا إقامة عادية اللجوء الثاني سياسي إلى آخره الصنف الثالث هنين اللي الدولة بتعطيهم تصريح تصريح إقامة الصنف الرابع هنين اللي معهم الغيسة بيسين الغيسة بيسين الوصل اللي بيعطوكن يا لما بتكون تأدموا طلب لتأخذوا هذا الكرت الوصل هاد اللي معكون إذا كانت صلاحيته خالصة منتهية تجدد ستة أشهر لحين صدور هذا الكرت في نقطة مهمة لازم تعرفوها أنه ممكن اللي خلصت مدة صلاحية القائمة طبعهم بيحق لهم أنه يجددوا لمدة ستة أشهر هذا القرار بس للي خلصت صلاحية الكرت تبعه من ستة عشر آذار لشهر الخامس من مارس لما من ستة عشر مارس لخمستعاش ما إذا أنت خلصت مدة صلاحية الإقامة عندك بهي المدة فأنت معفى أنك تروح على المحافظة لأنه هي أصلا مسكرة أو أنك تحكي مع المحافظة عن طريق الإنترنت لتطلب استثنائيا أنه يمددوا لك الإقامة أنت معفى أنت أوتوماتيكيا تجددت ستة أشهر إذا واحد مثلا هلا قال لي طيب ماشي يا أخي أنا خمستعاش آذار خلصت المدة الإقامة بقى لك بدك تحكي مع البلغ الهيئ مع المحافظة بدك تتصل فيها عن طريق الإنترنت إذا قال لي أنا بستعشر الشهر ماي لح تخلص إقامتي فبقل له إذا مو بخمستعاش إتداءا من ستعشر وفوق فطلو معتا أنت لازم تحكي تتواصل مع المحافظة في ملاحظة مهمة للناس اللي طالبين اللجوء اللي بيعضوا شهادة مؤقتة إنه يعطوني وأنا طلبت لجوء وعطوني ورقة إنه مكتوفة إنه أنا طالب لجوء أنا مو لاجئ أنا طالب لجوء هدولة إذا كان الورقة اللي يعطوني إيها خلصت صلاحيطة طبع طالب اللجوء تجدد أوتوماتيكيا ثلاث أشهر هون عم يقولون إنه المحافظة مغلقة بوجه كل من يريد إنه يجدد الكرت الإقامة بس فينكم تتواصلوا عن طريق الإنترنت هون حطين اللي هنن اللي معن إقامات مؤقتة يعني مثلا هي لا تتجاوز لكلتا الشهور الفيزا الإقامة المدى الطويل هي من أربعة أشهر لسنة الفيزا الثانية القصيرة بتكون إقامة قصيرة هي بتكون من ثلاثة شهور وإنتوا نازلين هدولة الفيزا القصيرة الأمدي اللي عاقضين مثلا هون اللي عاقضين ثلاثة شهور وتحت هدولة ما بيشمل القرار هدول إذا خلاص المدة الصلاحية تبعون ما بيجدد له مدة ستة شهور هو إنما لازم يتواصلوا مع المحافظة ويقدموا طلب خاص طلب استثنائي إنه ممكن في مجال جددونا وهنا بقى المحافظة بردوا عليكم وأكيد يعني تسعة وتسعين بالمئة اللي حي جددو لكم لأنه ما في الحدود كلها مسكرة اللي هون عم يحطوا إنه لازم تعرفوا معلومة إن الحدود مغلقة عم يقول لكم إنه أي شخص بيطلع آآ أي شخص حاب بيطلع خارج فرنسا هو الإقامة تبعه خلصت مدة صلاحيته وهو يعني بدرد يرجع ع فرنسا بتنصحه الحكومة الفرنسية إنه ما يطلع الخارج يعني أنا خلصت مدة صلاحية الإقامة تبعتي وحابب مسلا بيطلع على ألمانيا أو بيطلع على أسبانيا أو أي دولة أوروبية أو بيروح على تركيا بتنصحني الدولة إنه أنا بظل بالمقيم بفرنسا ما أطلع خارج فرنسا لأنه إذا طلعت صعب إني أرجع هلا هيك كون أنا خلصت هون بتمنى أن أتكون يعني يعجبكم الفيديو بتمنى أن يكون الشرح آآ مفهوم وواضح إلي عنده أسئلة يسألني تحت بالتعليقات أو يبعتلي على الإيميل التجاري اللي أنا حاطه هذا إيميل خاص برد عليه وإلي عنده سؤال إذا بتحبوا موجودين نحنا على المنتدى الصورين بفرنسا إلي حابب يسأل شي سؤال يفوت على المنتدى ويسأل فيه إن شاء الله غالبا لحلاء الجواب ما إحنا قول يعني مية من مية بتمنى كمان منكم إنكم تشاركوا رابط الفيديو رابط قناتي بين بعض خلي الناس كلها تفوت تستفاد مهم جدا إنكم تفعلوا الجرس لأنه عن جد في شغلات كتير بدي أحكي فيها آآ مهمة كتير كل شي كأي معلومات بعرفها إن شاء الله ما رح أبخل عليكم بأي شي بإذن الله ديروا بعكم على حالكم وانتبوا على حالكم منيح على صحتكم والسلام عليكم ونحن الله وبركاته بأي شي بإذن الله وبركاته خبروا أو機iere